ورقة الحرير الاقتصادية تضمنت خطوات نوعية غير مسبوقة وهي خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% إلغاء صندوق المهجرين الجنوب الأنماء والأعمار وضع صقف لرواتب اللجان ومخصصتها كحد أقصى يبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية خفض رواتب المديرين على أن لا تتجاوز ثمانية ملايين ليرة وضع الحد الأقصى لرواتب القضاة وهو 15 مليون ليرة فرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة تبلغ 25% أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار يتطلب الموافقة المسبقة من ديوان المحاسبة لا يحق للوزير بأكثر من 20 ألف دولار سنويا والبقى يقضع لموافقة الحكومة إلغاء مخصصات البعثات إلى الخارج والحد الأقصى للسفر ثلاثة آلاف دولار إلغاء ما جرى خفضه من معاشات تقاعد للجيش والقوى الأمنية وضع صقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية دعم الصناعات المحلية ورفع ضريبة على مستوردات الأصناف المحلية مساهمة المصارف في إنشاء معامل للكهرباء ولفرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض ضريبة على المبالغ المساهمة فيها يقدم مصرف لبنان وباق المصارف ثلاثة مليارات دولار زيادة الضريبة على أرباح المصارف تحويل معامل الكهرباء إلى الغازي خلال شهر إلغاء بعض المجالس والوزارة كوزارة الإعلام إقرار قانون استعادة المال المنهوب إلغاء كل زيادة الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب إعادة العمل بالقروض السكنية قرار حاسم بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز زيادة الضريبة على أرباح المصارف خصخصة قطاع الاتصالات الخلوي رفع السرية المصرفية عن الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة